النبي عليه الصلاة والسلام كان لديه أولاد ولديه بيت ولديه دواب مثل السيارات عندنا لديه بعير ولدي ما يركب عليه لم يضع النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام على بيتي أو على أولادي أو على مثلا مثل ما عندنا نحن اليوم السيارات لم يضع أشياء مثل ما يضع بعض الناس هذا الله إياه ليس بيتي أو على أولادي أو على أولادنا بيوتنا دوابنا السيارات من يحفظه لنا؟ من يحفظه الله سبحانه وتعالى يحفظه الله لا يمكن أن نعليق عليها أشياء بعض الناس يضع قماش يضع أشياء من البحار يضع عين يكتب بعض الكتابات هذا لا تجوز يجب أن يضعون في البحارات في المتصفين في المتصفين ويجب أن يحفظون في المتصفين لذلك يجب أن يحفظون في المتصفين نميزيزاني نا